السلام عليكم حبيبتي إن شاء الله تكونوا قعد ألف خير اليوم غادي نبدل العقلية قولولي عليه خاطر شمانيش يدايا حقي في التعب اللي نتعب فيه في الفيديوهات والإتقان والدقة في الوصفة وصفة بدون تعليق ناجحة مليار بالمئة رائعة مقادير مضبوطة وكي تكون المقادير مضبوطة تعال وصفة الكل ينجح فيها وحوه يشكر الله غالب هذه السارحة إذا إن شاء الله على الأقل جام باش نحس روحي أني مانيش نتعب على باطل وتانيا باش الفيديو يطلع في محرك البغت يعني كليك على جام ما غديش يديه من الوقت ديروا جام وعينيكم مغمضين هدي مضمونة من عندي كي ما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم صابلي هشيشو رائع بحشو موس الجوزية يعني موس الجوزية رهي معروفة ولكن دكن نديركم الوصفة غدا إن شاء الله بطريقتي بتزيين تاني تاع الجوز الهيند الكاراميلي زي رائع هاد الصابلي رائع وبنين بزيف وهنا كما شفتو قدمت للصابلي بشكل واقف يعني متلة واقف بغيت نبدل شوية هنما باش نطور عليكم دكن نحط لكم رابط وصفة الصابلي في صندوق الوصف ولا انتم معتمدوا اي وصفة موال فينها طبعا بعد ما رتحت العجينة وحليتها بالحلل ما بينزوش تاع البلاستيك مزدش الفيرينة وقطعت بالقطعة شكل متلت قطعتهم يكون متلت شوية سمكتاعها غليد باش كين حط هكا حبة تكون واقفة ما تطيحش وشوفوا حبة قد يعني قد القطعة ما كبيرة ما صغيرة ما اعطتني مية وعشرة مية وعشرة حبة عدد فردي كي لساقتهم حبة ما حبة اعطوني خمسة وخمسين حبة هنا هدي لاموس تاع الجوزية كنتم وجدتها من قبل نهار قبل زدتها شوية تعجوز الهند دوك من بعد غدوة ان شاء الله يعني دير الموانتاج وني هادرا فيه وقع مادش نطور لكم غدوة بإذن الله نحط لكم وصفة لاموس تاع الجوزية يعني كل واحدة وطريقتها ودوك نوريكم اللي درتها في الصابلي حشيت بها الصابلي عمرتها في كيس هنا حلواني شوفهم دك فيها الجوز كانوا حبته غلط ما بووش خرجوا لي ملابوش ما عليش نعاود ننمقصوها شوية وهنا ندير هاكا اللوتوخ قاعد تاع الموثلة نعمرها مليك بالموستع الجوزية بشكي ناكله يجي هاكا تبان وثاني باش يجي الشكل تها والحجم تها يكون هاكا كيما راكم تشوفو اهنا قلت لكم استنو غادي نحن نحن نلبس الليقونت باش نبدأ نسقم فيها في لوتوخ نعجن الصابلي بيدي ونقطع بيدي كين بزيف سوالح نديرهم يعني بيدينا بس هنا كي توصل للمرحلة كي توصل للمرحلة كين بيدينا بيديهم يعني انا ما نقدر شو لانا نعيف روحي لق نلبس الليقونت باش نسقمهم غاية هيا هيا عادي نزيد الثانية نعمر هامليك وما بعد نكملهم غاية وندخلهم للتلاجه للبراد ما نشي للمجمد باشه اذه الكلموس تماسك هاكا واحد شوية والمتلاتات ما يعواجوا ليش على بعضهم البعض باش كينديرهم الشوكولات تكون سخونة يقدر شادة يجبنا بطلط غادي يعني مضبوط دوبت شوكوهلا وزيتها عن الزيت كل 100 قرام رتزوج زيت كبار هنا يوجد الجوز الهند كراميلوزي لا نشره نضيفه بعد الفيديو موس الجوزية سوف اقوم بفضل الجوز الهند لا تشرون موالو انا اريد ان يجيبون ويقعد لكم مدة طويلة وهو مكرمل ومقرمش هنا نغطي نقلصي قاعدة سابلي بالشوكولا باش نلسقها قاعدة تحتها ثاني و القاعدة من الفوق يعني نغطسها قاعدة ونرمدها في هذا كجوز الهند المكرمل والله بنين بزاف نظن ان حظيت لكم الوصفة التاعية والله ما نعاقلة ندخل للقناة ونرى ما تراني ننسى اذا ما انا حاطتها ننزلها لكم هنا شوفوا عدبتني ذلك الطريقة هنا نغطس الحبة تحت سابلي مباشرة في الشوكولا بعد نقلعها بالفرشيطة ونقلع ذلك الزائد ونرمدها في جوز الهند كاراميليزي تبغوا انتو ما تديروا القطايف تبغوا تديروا الكوكة ومحمص ومهرمش ومهرمش كما تبغوا ولكن صدقوني بهذا جوز الهند كاراميليزي يمد واحد الدوقة بنين لبنين حتى لما يبغيش الدوقة تعجوز الهند يعطيه واحد الدوقة بنين شباب بزاف وحطت نحط هنا في هذه الشبكة زائد ينزللي في الشبكة ولكن ما ما نزلش بزاف نحطها بالشكل هكا يكون واقف هنا شفت باللي جوز الهند هدا ما غديش يكفيني باش نكمل قاع كمية الصابيلي عندي دقيقة تالية قلت نعاود ندير ما نضيعش نشريه من بره ولا نحوز في الحوانيت ولا نتعب روحي ولا سهل مهل وصفه في مدة 10 دقائق ل 15 دقيقة توجد وبيلا ما ما نوجد في جوز الهند كاراميليزي محتاجة للقطايف المحمصين هنا هدا دخلت لكم هذا الفيديو في فيديو تعصاب لي غير باش نحفزكم وباش ما تعجزوه شو تقولوا كمية التزيين ولا كمية هادي ولا هادي ما عليش كونوا عندكم مكونات نوض انتم مديروهم بلا ما تروحوا تشروهم ويجوا احسن وبنان على لي نشرهم من بره القطايف مازدتهم لا زيت المارغارين لا زبدال لا والو نحمصهم هنا غير هاكا في الفور نشعلهم النار ملتحت على نار قليلة بزاف كي نشوفهم الداو هدا كل اللون اللي ملتحت نعاود نشعلهم من الفوق شوية قدم يدو هدا كل اللون الذهبي راكم عارفين ان اللون تاعت تحماص هنا شوفوا بالخوف تحمص لي الموت كوكو لقدتها فيه طبسي يبرد وغادي غير شوية قدمي يبرد نخلطها مع هدا كل اللي باقي لي ونكمل التزيين تع الصابلة التاعي هايا هنا شوفوا سيخرجت هنا شوفوا هنا هي جيهة شوية بيضة ولكن محمصة مقرمشة ناشفة وجيهة محمصة مارون فونسي ما عليش غادي نخلطهم هاكا معا بعد غادي يقولوا اللون موحد أنا بدأ كنت مقابلة الصابلة ما قابلش مقعدش نقلب في السنة باش قاية تحمص لي كيف كيف ولكن ما عليش سوف نديرها فيه علبة هذا العلب يعني بخاتي كوي ستحفظو لكم على الحاجة وتقعد لكم مقرمشة نشيتها غاية تخوة مل سنك سوف نديرها فيه علبة ونزيدها هداك الناكخي سوف نديرها سوف نكمل هذا الصابلة سوف نبدأ في الصابلة سوف نبدأ في الصابلة واحدة اخر تعلق طايف نلقى هو يجد تقدروا تستحفظو بها حتى المدة شهر او شهرين اذا حتشفتو هرطا بلكم واحدة شوية عاود حموا سخنوا الفرن ودخلوا القطايف ونقرمشين كما كانوا في الاول هايا هنا بعد ما كملتك على الصابلة سوف نزينه بهذا عجينة السكر بلو بيد مليحة شبه هاد المركة شابة كانت بيضة وزيتها شوية ملون شوية طايلوز هذا لي يعطينا ينشفنا عجينة السكر وهذا ملون بني شوكولة بني شوكولة انتو مزينو كما تبقوا ديروه ورود تديرو اللي بغيتو انا دقيقة تالية وقلت خميم شاندي تقدروا تاني تعال الناجح تعال الباكالوريا هذا والله يتمنى نقول لكم ندير المونتاج قبل نتائج الباكالوريا وما قدرتك كما تعرفوا هني حكيت لكم في الاول تشجيعات ندير المونتاج لكم المونتاج هو اصعب اصعب حاجة في يعني كنت بديت ديري فيديوهات على اليوتيوب اليوتيوب هم يعرفوني ما ينقدر هذا قلادة ذهبية لا اعجبني كيف تدير المونتاج السائل الذهبي يعني هكا شغل باسل صامت ما اعجبني وانتوما كما تبقوا كل واحد والدوقة التاعه واللون اللي يبغي قدرت عودة ذلك البودر البرونز اعجبني خير ولا هذي التاع مبروك الناجح ولا التخرج ولا تاع الخيتان ولا تاع السبوع يعني بزاف تاع شوكولات خونسفير وهذا هو الشكل النهائي كما شفتوه المهم كي تكملوا الصابت تحفظوا بفيه علبة محكمة الاغلاق باش هدك جوز الهندو التزين يقعد لكم مقرمش المدة طويلة وهدي هي موسة الجوزية دو كنحط لكم الوصفة غدا ان شاء الله درتها هنا يا يعني غير بكمية قليلة اختيت جي حلوه ما تقدروش تاكلوه فيغين كاملة جي حلوه قدمتها هكا في هد المغارف يعني خير ملي فيغين وان شاء الله يعجبكم هاد السابلي وتفرحوني في التعليقات كيمام والفين والتشجيعات بالجام اللايك ان شاء الله وإن الملتقى مع فيديو اخر مع السلامة موسيقى